وهل هناك مذاهب اخرى غير المذاهب الاربعة وهل كان هناك علماء يقومون بالفتاوى وبيان الاحكام الشرعية قبل هؤلاء قبل ظهور المذاهب الاربعة كان هناك من الصحابة من اشتهروا بالفتيا وترد اسماؤهم كثيرا في كتب الفقه منهم السيدة عائشة ام المؤمنين والخلفاء الاربعة ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبدالله ابن مسعود وزيد ابن ثابت ومعاذ ابن جبل وابي ابن كعب وعبدالله ابن عمر وعبدالله ابن عباس وانس ابن مالك وعبدالله ابن عمر ابن العاص ومن التابعين غير من ذكرت اسماؤهم في تراجم الائمة مجاهد ابن جبر وعكرمة مولى ابن عباس وعلقمة النقعي ومسروق ابن الاجدع والاسود ابن يزيد النقعي وشريح القاضي وسعيد ابن جبير وطاوس ابن كيسان والحسن البطري ومن الاسماء التي اشتهرت في فقه الامام ابي حنيفة ابن ابي ليلى وبشر ابن غياث والطحاوي والقدوري والكاساني والسرخفي ومن الاسماء التي اشتهرت في فقه الامام مالك عبد الله ابن وهب واشهب ويحيى ابن كثير واسد ابن الفرات وسحنون وابن عبد البر والقاضي عبد الوهاب والباجي وابن رشد وابن العربي والقاضي عياد ومن الاسماء التي اشتهرت في فقه الامام الشافعي البويطي والمزني والربيع المراد وابن سريد والكرابيسي الزعفراني والسراييني والماوردي والشيرازي والجويني والغزالي والنووي ومن الاسماء التي اشتهرت في فقه الامام الشافعي أحمد الأثرم والمروزي وإسحاق ابن راهوية ويمكن التعرف على نبذ من تواريخ هؤلاء الأعلام من الكتب المتخصصة والله أعلم